الهيئة المرتقبة بمهامها ونخرج من الأمور المزال والأمور أمامه بسيطة سيدة لغة التي ينبغي أن تكون سيدة الموقف هي لغة الحوار في كل هذه المسائل أكثر منك جزائرية أكثر منك كمتينية أكثر منك مزدى نحن في حركة الإصلاح الوطني قلنا ونؤكد قولنا بأننا من دعاة الحوار ومن دعاة التشاور ومن العاملين على ذلك نحن نعتمد هذه المقاربة مقاربة التوافق فيما بين الجزائريين منذ سنوات يعني منذ مؤتمرنا الوطنية الثالث في نوفمبر 2016 ونحن نناضل من أجل الوصول إلى هذا المبتغى وهذا الهدف الكبير الذي يجمع مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية حتى وإن اختلفنا حتى وإن كانت هناك اختلافات فكرية وديولوجية ولكن لا نختلف عن الجزائر ولا نختلف أو نختلف في مشروعنا الحضاري الجزائري ولا نختلف في ضرورة الارتقاء بمنظومتنا السياسية واقتصادنا وعلاقاتنا الاجتماعية إلى مستويات أفضل ودرجات أكثر تقدما فهذه دولة الحق والقانون والحريات تحقيق الإقلاع الاقتصادي تحسين العلاقات الاجتماعية وتمكين مختلف الفاعلين من حقوقهم ما هذه تشكل قناعات مشتركة بإمكانها أنها تجمع مختلف الفاعلين فنحن مع الحوار وما ندعينا إلى الحوار وبخصوص الدعوة الأخيرة أو النداء الأخير اللي يورد في رسالة الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نعبر عن تقديرنا لهذه الدعوة ونؤكد استجابتنا لهذا الحوار المرتقب ومشاركتنا فيه مشاركة فاعلة وجادة ومسؤولة لأننا نسهم بفعالية في المجهود الوطني هناك مجهود وطني يبذل من مختلف الأطراف حان الوقت لهذه المجهود وهذه المجهودات أن تجتمع وأن تتركز لتضع ورقة طريق ناجعة للمرحلة المقبلة إن شاء الله هذا السؤال اللي البعض طرحوا قال لك من يحاور منه هذا سؤال مردود على أصحابه المن الأولى معروفة والمن الثانية معروفة الجزائريون يتحاورون فيما بينهم الجزائريون يحاورون بعضهم بعضا الجزائريون لا يقصون الجزائريين الآخرين لا يمكن أن ينتقد البعض تعسف ماضي بتعسف لاحق أو بإقصاء ونية إقصاء مبيتة من الآن الجزائريين الذين لحد الآن كلهم أو أغلبهم اسمعنا بأنهم يريدون الذهاب إلى الحوار يشجعون الحوار يريدون الحلول في أقرب الأوقات لا أظنهم سيتخلفون عن الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول لهم والله إحنا دعونا في عديد المرات دعونا إلى ضرورة بروز يعني ممثلين حقيقيين ممثلين للحراك حقيقيين وليس هؤلاء أو بعض ممن يريدون أن يركبوا الحراك ويخفون وراءهم أجندات معينة أو يعني أفكار معينة لا يستطيعون البوحة بها اليوم هي يعني مخفية اليوم ولكن ربما سيأتي الوقت التي تظهر فيها هذه الحقائق ولكن إحنا كما قلت نريد ظهور ممثلين حقيقيين يمثلون عمق هذا الحوار في أهدافه وفي مطالبه المشروعة بحيث يعني يمثلون عموم المشاركين في الحوار وتسهل عملية يعني اللقاءات والتنسيق والحوار فيما بينهم ومختلف الفاعلين في الساحة الوطنية لأن شيئنا أبينا في نهاية المطاف سوف نصل إلى هذه النقطة ويبغي أن نصل إليها ميناء الآن لنختزل علينا المسافات ونختصر بطبيعة الوقت حتى نصل بحلول ناجعة إلى عموم الجزائريين والجزائريات كما ينتظرون وفق ما يحقق مطالبهم المشروعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر